أدى جموع الحجاج من غير المتعجلين طواف الوداع حول الكعبة المشرفة بعد فراغهم من رمي الجمرات سلافة في مشعر منها بمكة المكرمة إذنا بختم مناسك الحج لهذا العام وكان المتعجلون من الحجاج قد انتهوا أمس من رمي الجمرات وقاموا بطواف الوداع وغادروا مكة المكرمة هذا وبدأت مصر اليوم تسيير 15 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن